السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي زي ما اتفقنا اول حلقة من حلقات سلسلة الميثولوجيا اللي انا هعملها واللي هي بمعنى الاساطير والديانات والمنتقدات الشعبية اللي على اساسها امت اقدم الحضرات والنهاردة اخترت حاجة مش ميثولوجيا اوي على قد ما هي اسطورة مشهورة جدا في تاريخ البشرية الاساطير اليونانية مجموعة من القصص اللي امن بها اليونانيين والقدماء لدرجة من التوصيق خلتهم يفترضوا انها حصلت بجد بالرغم ان معليهاش اي دليل بحيث ان كلها كانت بتتكلم عن الالهة وشخصيات خيالية ومن القصص دي ومن اشهرها قصة اوديبر ولعنة ابو الهول الحكاية بتبدأ عادي جدا لما الملك لايس حاكم مدينة طيبة اليونانية شاف كابوس في منامه وطلب العراف الخاص به علشان يعرض عليه الكابوس ولما العراف سمع من لايس الكابوس قال له بهدوء ابنك هيقتلك وهيزني بامه وهيزيل ملكك وهيرس الحكم خاف الملك جدا وصرف العراف اللي خوف الملك اكتر واكتر ان امراته جوكاستا اجمل نساء المدينة كانت بالفعل حامل اجتمع الملك مع كبار القادة بتوعه واتفقوا على حاجة ان اول ما امراته هتضع الطفل هيخدوه يبعدوه عن طيبة لانه صعب جدا عن الملك على الرغم من تحذيرات العراف ان هو اللي يقتلوا بنفسه واول ما الطفل تولد ام بدأ المصامير في قدمه بحيث تكون صابعه كلها لازقف بقى وامر الجنود انه هم يخدوه عند سفح الجبل والله يبقى لقسود تاكله او يموت من الجوع المهم الملك مايبقاش قتله بنفسه وبالصدفة البحثة يشوف رعي للاغنام مر في طريقه الطفل ويصعب عليه وياخده ويوصله للأسر الملك بوليابس ملك كورانتيا واللي قرر انه يخلي الطفل في الأسر ويربيه هو زوجته لانهم ماكنوش بينجبوه وبسبب شكل رجله الغريب سموه اوديبيوس او اوديب وقالوا للرعي الغنام مايجبش يسير عن الموضوع لأي حد مهما كان وقالوا للناس ان الطفل ده ابنهم حتى الطفل نفسه لما كبر قالوا انه ابنهم وطربت طفله بقى مثقف ومسؤول ومن احسن شباب في كورانتيا وفي يوم بعثوا ابوه في رحلة لمدينة ديلفي عشان يقابل فيها الفلاسفة والمفسرين ولكن كمان ديلفي كانت مشهورة انها مأوى لنعرفين والمشعوزين من كل مكان ولما وصل اوديب بدأ يستفيد من علم الفلاسفة ولكن حصلت حاجة غيرت مجرى حياته للأبد وفي يوم من الايام دخل اوديب كحف مع اصحابه علشان يقابل مجموعة من العرفين المشهورين وقابل اوديب هناك عراف عجوز اللي اتفزع اول ما شافه وسأله عن اسمه فزاد فزع العراف جدا لما سمع ان اسمه اوديب فتفحص ملامحه كويس ثم امره امر غريب قوي ان هو يخلع الحزاء عشان يشوف رجله ولما شاف العراف شكل رجله الغريب اتفزع اكتر واكتر وقال له اوديب ووشه مليان بالخوف انت اللي هتقتل ابوك وهتزني بامك طبعا اوديب اترعب من البقين دول وجرى ومراجعش كورنتيا تاني علشان ما يقتلش المالك ابوه ولا يزني بامه بس احنا طبعا عارفين ان لا المالك ابوه ولا المالكة هي امه وواصل اوديب التنقل من مدينة لمدينة لحد لما وصل على مشارف مدينة طيبة موطنه الاصلي بس هو للأسف ما يعرفش وهناك لأحكاية اعجب من العجب بيقابل اوديب عند حدود مدينة طيبة راجل عجوز بس مهندة ومعا اتنين حراس ايوا هو العجوز هو لايوس ملك طيبة ابوه الحقيقي بس هو ما كانش يعرف ودار بينهم حوار لايوس سأل اوديب انت منين فاوديب ما جاورش وده اللي دايق لايوس جدا لدرجة ان هو حاول يهجم على اوديب الشاب ولكنه تفادى بمنتهى السهولة وقزفوا بحجارة من اللي موجودة على الارض فسقط لايوس جثة هامدة وهنا بيهرب الاتنين الحراس من قدام اوديب الشجاع وبيكمل طريقه لحد طيب دخل اوديب طيبة ولقى البلد في حالة رعب مش منه انما من وحش اسمه سفينكس موجود في المدينة ترجمتها ابو الهول بس ابو الهول بتاع اليونان كان ليه راس امرأة وجسم اسد وجنحين وكان بيعذب الناس في المدينة بحيث انه بيسأل اي حد يقع في ايده او حجية واللي ما يعرفش يجاوب بيعذبه وبيقتله وكانت الشوارع فاضية من خوف الناس منه لدرجة ان النظام الملكي نفسه وقع ومعادش فيه ملك ومعادش فيه نظام في المدينة دخل اوديب على سفينكس اللي سأله انت منين قال له انا من كورينتيا وده اللي عصب سفينكس وقال له انت كذاب انت من طيبة وحاول اوديب انه يأكد له انه مش من طيبة ولكنه رفض وكان عاوز يقتله علشان الكتب اللي كذبها عليه بس هو نفسه ما يعرفش انه هو من طيبة ولكنه قرر انه يدي له فرصة عشان ما يبقاش ظلمه وقال له اوحجية الاوحجية كانت ايه الحيوان اللي بيمشي الصبح على اربعة والدهر على اتنين وفي المساء على تلاتة على الفور بيجاوب اوديب بكل ثقة ويقول الانسان سفينكس بيبص برعب الاوديب لثواني ثم بينفجر وده اللي خلى الناس اللي موجودة ومستخبية في كل مكان بتطلع وتبص بزهول من الغريب اللي جه انقذهم من الفخ ومن الحيوان المهلك ده تفسير احكية سفينكس ببساطة ان الانسان في بداية مراحل عمره وهو طفل بيحبو على اربعة ثم بتأتي مرحلة الشباب والصحة اللي بتحرك فيها الانسان على قدمين فقط وهو عجوز بيستند على عصى خشبية عشان تساعده وهنا بيحمل الناس اوديب على الاعناق لانه بالنسبة لهم بقى البطل المخلص وخدوه على القلعة ونصبوه ملك عليهم وتجاوز جوكاستا ملك الطيبة اجمل النساء فيها وخلفه بنت صغيرة سموها انتيجون ولكن بعد فترة دخل المدينة الطعون واللي يعتبر كارثة في الوقت ده اتى الاعداد كبيرة جدا فكر اوديب يعمل ايه وقرر انه يبعت اخو جوكاستا اللي هو قائد الجيش بتاعه علشان يجيب العراف من دلف عشان يسأله عن رأيه وازاي يعالج المصيبة دي وبالفعل يروح كربون اخو جوكاستا قائد الجيش للعراف ويحكيله على اللي حصل ويقول العراف بكل فزع الطفل الملعون كان لازم يموت ولكن لايوس مرضيش وطبعا ما كانش كربون فاهم اي حاجة راح العراف مع كربون لطيبة وهناك قابل اوديب وقال له انا مش قلتلك انك هتقتل ابوك وهتزني بامك وهو حصل طبعا عمت صدمة كبيرة جدا لما حكى العراف الحكاية من الاول وكان نتيجة دا ان جوكاستا انتحرت ان هي شنقت نفسها واديب خرج من القصر بعد ما فقع عينه بايده علشان ما يشوفش بنته اللي هي ناتج الزنا بينه وبين امه وساب اوديب طيبة ومشى سنين في الارض لحد ما وصل لاثينة وهناك عرض عليه ملك اثينة ان يقعد معاهم رأفة بحاله وقرر اوديب انه يعيش في كهف معزول بس مع بنته لحد لما مات وبكده بتنتهي لعنة اوديب وبتنتهي اول حلقة من حلقات الميسولوجيا اللي انا وعدتكم بيها وياريت لو الفيديو عجبكو تضغطوا لايك وتعملوا شير علشان يكون وسيلة لتحفيزي علشان اعمل حاجات اكتر في الفترة اللي جاية باذن الله موسيقى